بسم الله الرحمن الرحيم مواصل دروسنا لشرح مقرر تنظيم حاسبات واحد ما زلنا في مواضيع الباب الثالث Computer Performance Measures الآن ننتقل إلى الموضوع الثاني عن قانون أمدال أمدال Slow وهو قانون يستخدم لحساب التسريع التسريع لSpeedUp الذي يحدث في أداء الحاسب بعد تحسينه Normals لهذا التسريع أو SpeedUp BSU SpeedUp SpeedUp هو إما أداء الحاسب بعد التحسين Performance After Enhancement مقسوما على أداء الحاسب قبل التحسين Over Performance Before Enhancement أو إذا حسبناه بزمن الإنجاز للحاسب فهو زمن الإنجاز بعد التحسين مقسوما على زمن الإنجاز قبل التحسين ما هو التحسين الذي يمكن أن نجريه على الحاسب؟ بأي شكل من أشكال التحسين الأداء الممكنة بتغيير المعالج أو شيء من هذا القبيل يمكن أن نغير من أداء الحاسب إلى الأفضل فإذا كان التحسين عمل لفترة من الزمن فترة محددة نرمز لها بدلتة فإن التسريع بسبب هذا التحسين نرمز له بـ SU of Delta وإذا كان هناك تحسين عام عمل لهذا الحاسب فإن باستطاعتنا نسبة التحسين العام إلى التحسين الخاص أو نسبة الـ SU العام إلى الـ SU of Delta الخاصة هذه باستخدام هذا القانون SU بسبب التحسين العام تساوي 1 على في المقام 1 ناقص Delta وهو زمن التسريع المحدد بزمن زايد Delta على SU of Delta هذا القانون يعطينا العلاقة بين التسريع الذي عمل الذي حصل لبعض الوقت بسبب تحسين لبعض الوقت مع التسريع الحاصل بسبب التحسين العام نحن نكرر التسريع هو الإسبيدة هذه نقول لها تسريع ونقول التحسين هذه الـ Enhancement نحن نحسن أداء الحاسب فينتج عن هذا التحسين تسريع لأزمان إنجاز العمليات طيب هذا إذا كان هناك تحسين خاص واحد ماذا إذا كان هناك أكثر من تحسين خاص في هذه الحالة If different enhancements are applied If different enhancements are applied يعني هناك أكثر من تحسين للأداء وكل واحد من هذه التحسينات طبق على الحاسب لزمن محدد فإننا نطلع بأزمان مختلفة وهي Delta 1 Delta 2 وهكذا حتى نصل Delta N إذا كان هناك N من التحسينات وكل تحسين نتج عنه تسريع في أداء الحاسب يناظره Delta 1 كانت سبب في SU of Delta 1 Delta 2 كانت سبب في SU Delta 2 وهكذا حتى نصل إلى التسريع الذي نتج بسبب التحسين لمدة ثلاثين من الزمن وهو SU of Delta N مرة أخرى نستطيع أن نوجد العلاغة بين هذه التحسينات الخاصة المختلفة والتسريع الحادث بسبب التحسين العام إذن SU التسريع بسبب التحسين العام يساوي 1 على في الجزء الأول من المقام نطرح مجموع هذه الأزمان التي حدثت فيها تحسينات خاصة ونطرحه من الواحد ثم نجمع في الجزء الثاني من المقام هذه الأزمان التي حدثت فيها تحسينات خاصة على مجموع التسريعات الناتج عنها إذن SU يساوي 1 على 1- غوث دلتا 1 بلس دلتا 2 بلس دوت 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 بلس دلتا N نكفر الغوث بلس دلتا 1 زايد دلتا 2 زايد دوت 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 لحد دلتا N على SU of delta 1 بلس SU of delta 2 بلس دوت 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 بلس SU of delta N والآن وبعد أن عرفنا مقاييس الأداء المختلفة للحاسبات وكيف نحسب كل منها ثم عرفنا قبل غليل كيف نحسب أثر التحسين على أداء الحاسب وما هو التسريع الذي ينتج عن هذا التحسين نكون قد أكملنا مواضيع الباب الثالث بحمد الله ونلتغي بكم في الباب القادم موسيقى